موسيقى مساء الخير بيت هيقلي أصعب وجع ممكن تحس بيه أي ستة في الدنيا أن جزء هيبيعها على قبر بعد عشرة عمر طويلة صنتوا فيها أخلصت لي وخلفت وربت فجأة يروح يتجوز عليه ويخليها بين نارين يتسيبوا وتبقى خسرت كل حاجة بعد ما كبرت ما بقاش عندها فرصة حتى أن هي تبدأ من أول وجديد يتضطر أن هي تكمل وتعيش اللي بقية من عمرها وهي بحسرتها زي اللي حصل مع مدام مونة بطلق قصة حقيقة النهاردة اللي جوزها مش بس راح تجوز عليها ده كمان خلى بنته تشتغل مع مراته التانية وتصاحبها تعالوا نسمع قصة من أولها ونشوف مدام مونة بعد تقولنا إيه اسمي مونة في الخمسينات من عمري حكايتي بدأت لما اتجوزت ابن عمي بعد قصة حب تلت سنين وخلفت منه ولدين وبنت ربتهم أحسن تربية واستحملت كتير عشان أوصلهم لبار الأمان الأول بقى محامي وهيتجوز قريب والبنت الوسطينية مخطوبة ومعها مؤهل عالي والأخير كمان خطب ودخل الجيش ورغم كل الوجع والمشاكل اللي حصلت من أبوهم بقيت عايشة ومستحملة لحد ما اتطمن عليهم في بيوتهم لو لسه فاضل في العمر بقية ربنا يديك الصحة وطلط العمر تفرحي بيهم تعالوا ما نكمل نشوف بعتنا تقولنا إيه تاني جوزي يا سالي اللي حبيته وديته عمري كله وتعبت وكفحت معاه عشان ينجح في شغله وربيه لولاده أحسن تربية اكتشفت إنه خين خين من زمان وطول عمره بيكذب علي اكتشفت إن ليه علاقات نسائية كتير وللأسف عرفت متأخر المشكلة ظهرت من حوالي عشر سنين لما جوزي اتعرف على زميلة ليه في الشغل نشأت بينهم قصة حب لدرجة إنه خلاها تخلع جوزها وبعد ما خلعته اتجوزها من ورايه اتجوزها عرفيه وخلى تنين من صحابه شهود على العقد واشترط عليها يكون الجواز ده من غير علم حد من أهلها ولا حتى ولدها يعرفه وهي وفقت وفقت عشان بتحبه أو عشان عرف يتحك عليها وهي ما كانتش محتاجة حد يصرف عليها وهي كانت مستعدة تعمل عشانه أي حاجة وزي ما انتوا عارفين ما فيش حاجة بتستخبه على طول بدأ زميله في الشغل ياخدوا بالهم لحد ما الموضوع وصلني ساعتها واجهته بكل اللي عرفته بس هو قعد يحلف وينكر ان ما فيش حاجة حصلت وفضل يتوه في الموضوع لما لقاني مصممة على كلامي ومعرفش يضحك علي بيقول أي كلام ومراته اتكلمت عني مع زميلهم في الشغل عشان تعمل لغواشة وقالت ان انا مطلع الكلام ده عليه عشان بحب واحد تاني وعايز اتجوزه برغم انها طلعت عقد الجواز العرفي لكم شخص معها في الشغل بعد فترة بنتي اشتغلت معهم في الشغل وطبعا سمعت وشافت الموضوع بقى باين قوي لها انا مش عارفة هو اجاب الجرأة دي منين مش عارفة اين مداموة يعني هو شغل بنته في نفس المكان اللي هو ما اتجوز فيه واحدة تانية عرفي وعادي ما خافش طب بنتك عملت ايه طب ولادك لما عرفو عملوا ايه تعالوا نكمل الغريب في الموضوع ان مرات جوزي بتعامل بنتي كويس جدا بتحبها بتجيب لها دي كل وقت والتاني ولو بنتي احتاجت حاجة مش بس بتسيبها لا بتعمل لها كل حاجة لحد ما بقت صاحبتها وكل حاجة بينها وبين جوزي بقت تحكيها لبنتي ووصل بيها الامر انها بقت تاخد رأيها كمان في كل حاجة ومع الوقت بقي الولاد عارفو كل حاجة ومن ساعة ما عارفو بيقولولي عشان خطرنا استحملي لانك لو مشيتي مش هيساعدنا في جوازنا هيتخلى عننا في اي مصاليف هنحتاجها بدل ما يقفوا معايا بقيت مضطرة اعيش بغيظي وقهرتي واسكت صعبان علي نفسي بعد العمر ده كله يحصل معايا كده استحملت كتير عشانه هو وولاده اشتغلت وكفحت معايا مع انه كان عايش لنفسه بس ودايما شايف نفسه علي كنت ببقى عارفة ان ليه علاقات كتير وبضحك على نفسي واقول معلش دي نزوات وكلام فارغ في الاخر هيرجع لبيته هيرجع لي ومش ممكن يتجاوز علي علما باني كنت ولازلت واخدبالي من نفسي باستمرار يعني عمري ما اهملت في يوم في نفسي مع انه كان بيعملني معاملة وحشة ودايما اهانة وتجريح فيه لكن كنت بحبه دايما ومسكة فيه وكنت بسامح عشان البيت ما يتخربش والولاد تضيع بس هو استغل مشكلة اني مريضة وعندي السكر وجري جري ورا ملازاته كان دايما عايز كل حاجة حتى لو على حساب اللي حواليه اهم حاجة يكون مبسوط لما طلبت الطلاق قال لي اخد منك كل حاجة حتى كيس الفلوس اللي في ايدك هاخده واتمشي بالهدوم اللي عليكي وانا عندي خمسين سنة يعني كبرت ما بقيتش قدر على الشغل عارفة يا سالي نما بسأله هو انا قصرت معاك في ايه طول السنين دي كلها يقول لي ابدا عمرك مؤثرتي الغريب انه بيتكلم علي معايا حد كلام كويس جدا دايما يمدع فيا قدام الناس ويقول هي يا رب تولادي احسن تربية واخدى بالها بيني ومن ولادي والطوله طيب اللي عملت كل ده تستهل منك كده يرد يقول لي انا لسه بحبك ومش هسيبك وفي نفس الوقت هو متعلق بالتانية مش قادر يسيبها وانا تعبانة ومش قادر اتحمل انه يكون مع زوجة تانية طربت منه يعيش معاها ويسيبني مع ولادي كفاية عليه كده بس هو قال لي لأ مش هسيب بيتي نفسي اعيش في راحة مع ولادي الشوية اللي فاضلين من عمري انا موافقة انه ما يطلقنيش ويجي ويروح عشان يشوف ولاده بس غير كده لأ لكن هو ولا بيرحم ولا بيخلي رحمة ربنا تنزل وعايز مني كل حاجة الاهتمام الحب ولا كأن في حاجة حصلت والأسف بطارة نفذ وانا ببكي من جواي على حالي وعلى نفسي وبحاول استحمل بفضل عايط وانا بتكلم مع ربنا وقول لي يا رب انا خلاص بدأت اكرهوا بقيتش قادر قولوا لي اعمل ايه لحد هنا وخلصت رسالة مادام مونة حاجة تفكرك بمشهد مأساوي كده كان بين أمينة رزق وفاتن حمام الله يرحمهم فقلوا لي دو حلا الفرق ان جوز أمينة رزق سابها ورمها في الفيلم وراح لوحدة تانية بس جوز مادام مونة كل اللي عمله عايزة تفضل تحبه تديله كل حاجة يما هياخد منها كل حاجة حتى كيس الفلوس اللي في ايدها مش هيصرف على ولاده طب هي مفروض تعمل ايه دلوقتي مادام مونة ماستحمل عشان خاطر ولادي؟ هل أنا ربيتكم عشان تبقوا بالأنانية دي؟ اسئلة كتير قوي هنجاوب عليها بس بعد الفاصل قصتنا النهاردة عن مكافأة ناية الخدمة اللي خدتها مادام مونة من جوزها وابن عمها بعد عشرة عمر طويلة خلفوا فيها ولدين وبنت على وش جوز دلوقتي المكافأة أنه تجوز عليها عورفي من زملته اللي بينه وبينه قصة حب من سنين لدرجة أنه خليها تخلع جوزها عشان تتجوزه الغريب أنه خد بنته تشتغل معاه في نفس الشرك فمرت أبوها تصاحبت عليها وبقيت تجيب لها هدايا وتساعدها وتستشيرها في علاقتها بأبوها كمان فمادام مونة وجد جوزها تربط منه الطلاق قال لها انسي لو طلقتك هاخد منك كل حاجة حتى كيس الفلوس اللي في ايدك وولادها قال له لا استحمل يا ماما وفوق ده كله جوزها بيطلب منها تحبه وتوده وتعمله اللي هو عايزه وهي مش عارفة تعمل ايه عشان كده منونا ومشرفنا النهاردة دكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية ازيك يا دكتور محمد ازيك يا سيدي اخبارك ايه الحمد لله المطيباتي الطيب بتاعنا اللي بيطبطة مع الناس عامل ايه انا كويس انت عامل ايه كويسة شفت القصص دي كتير صح اكيد طبعا شفتها كتير هو ايه ده هو انا عاود اكبر وعلي فيه وابني معاه وفي الاخر يعمل فيه كده ما هو عشان هو نرجيسي ونحط تحت النارجيسي دي الف خط اعرف منين الراجل النارجيسي بقى كل الحاجات اللي هي حكيتها بتدول ان هو نرجيسي زي ايه اول حاجة الشخص النارجيسي هو شخص بيفكر في نفسه بس ويشبع رغبات ونزواته فقط وبيخلف عادي جدا يعني مش هيقولك لأ العالم ممكن تاخد مني فلوس انا مش عزيطرف على حد نا مش كده خالص هو عنده الكيان وعنده الأسرة لازم تبقى موجودة برواز اجتماعي برواز اجتماعي ومنظر اجتماعه قدام الناس بس مقابل ده انا الناحية التانية عيش حياتي زي ما انا عايز ولما مراتي تعترضني او تقول ان انت بتعمل ايه ابدأ اهددها ابدأ قلو ادراحها ابدأ افاهمها اللي انا بعمله ده حق من حقوقي واظلمها وممكن اقزيها نفسيا واجع عليها واكسرها بس المهم ان انا اشبع الرغبات اللي موجودة عندي بدليل ان هي بعد القصة الطويلة دي كلها لما طلبت منه الطلاق او ان خلاص بقى سيبني انت تجوزت علي خلاص انت ما بتحبنيش وتجوزت علي وعايش حياتك مع واحدة تانية وانت مش حاسس بالأذن نفسي او بالوجع النفسي اللي موجود جواي لا لا انا مش هسيبك انت ملكي انت بتاعتي ولو في يوم من الايام سيبتك هطلعك من الجوازة دي من غير اي حاجة ومن غير اي حق من حقوقك حتى بمحفظة بتاعتي ولا الهواء ممكن كمان وهي بتطلب الطلاق منه ممكن يقول لها اعمليلي ابراء عن كل حاجة موجودة هيعرف هيعمل كده مش هاتونة عليه هي منهاش علاقة بقصة هاتون او مش هون هي بليها علاقة ان هو زي ما قلت لك هو شخص قلاني بيفكر في نفسه عايز بيت ويفضل موجود والكيان والمنظر الاجتماعي وفي نفس الوقت انا الناحية التانية اعمل كل حاجة انا عايزها زي الفل بس الانسانيات يا دكتور ما هو الناس في الحتة دي هو ما بيفكرش بالانسانيات هو شايف ايه ان ده حقي انا عايز اعيش حياتي يعني ايه هو ما هو زي ما طلق الستة التانية من جزء ده كان حق ما خراب هو ابتدى دخل تفتكر هو اللي خلت تعمل كده ولا هي بتهول عشان زعلانه وعايز اقول لك حاجة ما هو ممكن فعلا يكون دخل في حياتها في وقت كان بينها وبين جزءها مشاكل طبعا اقول لك كلمتين حلوين زي اللي خصص اللي منشوفها اه ودها اهتمام ودها مشاعر حلوة ازاي يعمل في واحدة حلوة اوي كده زيك يعمل لها كده بس ده بس ده يعلمنا حاجة يعلمنا ان هو لما بيكون حد في حياته بيمتلكه خلي بالك من النقطة دي يعني هو موظفين عنده قصدك ان هو بيمتلكها فهو يقدر يدخل في حياتها الشخصية اه يعني مثلا هو دلوقتي امتلكها الله ممكن يكون كان عارفها وهي كانت لسه العلاقة بجزءها او في مشاكل بينها وبين جزءها فلما دخل يا سالي وابتدأ يديها اتمام ومشاعر هي طبعا فتحت الباب وده شيء غلط طبعا فبتدت يحصل فجوة اكتر بينها وبين جزءها وابتدت تشوف جزءها وحش اكتر واكتر ويحصل مفور وهو الناحية التانية اللي هو بقى شخص اللي بديها الاهتمام والاحتواء بصي نفسك في المراية هتشوفي انتي حلوة قد ايه اه وابتدأ عليك فيها حزن ملدي اوي وابتدأ يعمل ايه كمان يعرف نقطة الضعف او الحاجات اللي كان جزءها مش بيعملها وابتدأ يدهلها مش بيهتم بيكي طبعا انا هاهتم بيكي فهو دخل من الصغرات دي دخل من الصغرات وابتدأ يهتم بالتفاصيل لدرجة انها سلمت نفسها وممكن تكون انهت الحياة مع جوزها مقابل انها تتجاوز الانسان ده وعلى فكرة ممكن تكون في الظلمة في الظلمة كمان ارخص نفسي قوي كده مع احترامي يعني للجميع ما فيه حاجة هي ممكن تكون لسه طلعة منفصلة ومش عايز او عندها اولاد اهلي اقول له اهلي وعيالي طيب ايه ده جواز ما هو جواز بس فيه ناس يقولك ايه ما هو فيه ناس الحب ده بالنسبة لهم زي نقطة ضعف يعني ايه يعني انا حبيته او مثلا اتعلقت به طبعا انا عايز اجون موجودة معاه الظروف الحوالية ما تنفعش ممكن تكون كانت منفصلة وليها طلقها ممكن لو عارف ممكن ياخد منها عيالها حاجات كتير جدا فممكن لجأت لجأت لده بس في الآخر هي وقت كمان هي كمان شخصي يعني ضحية لشخص نرجيسي زي انا امي ممكن ابيعها في يوم اللي هيا مش خاطر واحدة متجوزة بوي ده امي يعني هي بنت هل تبع حسن من امي بص هي بنته يا البنت التانية دخلت عليها بتارت تديها اهتمام تجيب لها هداية تسأل عليها تصاحبها حتى لو هي حتى لو بس المقابل دي امي وكني حد بيع امه عشان كده هي البنت مابعدش امها بس البنت مش فاهمة مقدار الازل النفسي شو ما ايدي على وش الجواز يعني وش بس مش فاهمة برضو مقدار الازل نفسي او بمعنى تاني او لعيدي مش قانانية بس افاهمك حال البنت دلوقتي مصلحتها مع مين ابوها نعم يا دكتور مين اللي لا طبعا مع اومة مين اللي بيصرف مين اللي مين اللي بيوقفها على رجلها مين اللي بيعمل مين اللي رباني ومين اللي كبرني ومين اللي انا محتاجة تعرف لو كان لعيال دي خدت وقفة مع الراجل ده خدت وقفة من الراجل ده طيبة مش طيبة او كده لا زيادة عن اللزوم بص لما حد يجي يقول لك انا موافق انه يصاحب بس ما يتجوز ليه ستات الاغلبية بقوا كده يصاحب اه لكن يجيب لي واحدة شاركني وانت بتتكلم عشان الورس طب انا عايز سألك سؤالي ولا بتتكلم عشان الجواز ده خلاص هي بقت مكتوباله على طول ولا عشان ايه سألني السؤال هسألك السؤال بص هي دلوقتي طيبة زيادة عن اللزوم بدليل ان هي وفقت على كل التجوزات اللي كان بيعملها خلال فترة جوازه هي دلوقتي مغلوبة على امرها هي مش عارفة تخرج من الدائرة اللي موجودة فيها وهو طول فترة الجواز دي بيحاول يتجردها من اي مصادر قوة ليه يعني ست ما بتشتغلش مش عندها مديات بس معها مصادر قوة كبيرة قوي ايه مصادر قوة تلات عيال معها مصادر عيالها مش معها ما انا اقولك حاجة انا لو كنت ربيت صح كان ولقهم يبقى لي يعني الواحدة بتقولك انا جوزي فيرجع عشان نشوق على الفكرة انا بشوف حاجة انه في الجواز العيال بتبقى اغلى من امهم او العيال بتبقى اغلى من ابوهم يعني انا بشوف كده معرفش اللي بشوفه قدامي فالستة بتقولك ده هو ممكن ما يفكرش يتجوز عليها عشان خاطر ما يزعلش عياله عشان خاطر ما يخليش عياله تأذي نفسيا يا سيدي انا مش مهم انا وانت وما بقينش بقين على بعض بس انا عندي افشل مقولة كده ان احنا مكملين مع بعض عشان خاطر العيال لا في فرق احنا بنحترم بعض بس ممكن يكون الحب قل بس احنا لاتنين بيننا مصلحة مشتركة وبيننا شركة هي العيال بس انا مش طيقك هكمل معك عشان العيال ليه بس انا لا بأذيكي ولا انت بتأذيني تانكيو يعني بحترم نفسيتك طبعا صح ولا مصابق طبعا واحترم نفسي بورا البيت وجوه البيت ممكن نكون غير متوافقين التوافقين كامل اه بحترميك وبتحترميك ايو او بمعنى تاني ان انا بخاف عليكي من الازى احترم غيابك واحترم ان انا على اسم راجل طي لو انا بقى لو انا بقى ما بقيتش خاف عليكي من الازى يبقى انت بالنسبة لي مش فرقة مجرد حاجة عايشة كده في البيت وانتهين على كده صح ولا مصح وده اللي بيخلي ان العلاقات تتهدم ان بيبقى فيه طرف بص فيه طرف عايز يفكر في نفسه اللي انا عنده عالية عايز يشبع رغباته عايز يعيش نزواته بطريقة كبيرة جدا ما بيفكرش في الطرف التاني هل ان هو تقزى ولا ما تقزاش وده ما بيبانش في الخطوبة لا ما بيبانش في الخطوبة يعني ابن عمي مش هعرف بجد ان هو كده اصلا عايز اقولك حاجة قصة ابن عمها دي هم متربيين مع بعض وممكن يكون هي ما خدتش فرصة في الاختيار يا سالي بني عمك بقى ويلا عشان نتجوز ونفرح بيكي بس عال تلات سنين حبه ماشي فيه ناس بقى بعد الجواز بيبدأ بقى يخش في حياتي يقولك انا من حق ان أنا عايش انا عايز عايش انا عايز اشوف حياتي انا عايز يلا بينا نعيش سوي وهي ما قدرتش تاخد موقف من الاول فهو ابتدى شاف انه دا ضعف ابتدى يتماد يتماد اكتر وابتدى يشوف حياته بدليل ان هو بيطلع من تجربة وإن هي السكتة ده غلط؟ إن هي السكتة ده غلط؟ أيها طبعاً ولا ده حب؟ مالوش علاقة بالحب على فكرة ده ضعف أنا بالنسبة لي ده ضعف طب ما لخايف يمشي يسيبني؟ ما هو يمشي ما هو أنا بدي فرصة للطرف القدام بقوله إيه؟ أنا ضعيف من غيرك آه بس ما تتجوزش عليا يعني يا صاحب عليا بس ما تتجوزه طب ده؟ هيصاحب يومين وهيسيب أم وهيرجع بيته وهم جميعهم جميعهم في الآخر إيه بقى؟ الستات اللي بتفهم الحتة دي الستات اللي بتفهم الحتة دي بتفهمها غلط هقولك ليه؟ ساعات ستة تقولك إيه؟ ما هو متحدد للعلاقات؟ أهم حاجة إن هو بيرجع أنام في بيته أهم حاجة ليه في شو واحدة؟ محمد المهمة كتير مع الوقت هتظهر واحدة تلف دماغه طب لا؟ أنا دلوقتي هو أضيها علاقات ماشي خرج تخلص دي دخل في دي دخل في دي خلص دي فيه واحدة هتجي في وقت معانا هتوقفه كده تقوله لأ هتنسي كل الستات اللي عرفها حتى أنت يقعش ما هو ما هو ما هو طالما في الحتة دي ماشي فيها هيقع طب علشان كده أنا كنت بقولي حتة إن فيه حاجات ما نسكوتش عليها يعني فيه حاجات ما ينفعش نعدي مفروض الستة تعملي قوي ما تعرف إن جزها بيخنى الستة العقلة ما تهدمش بيتها وتكمل في بيتها بس أنا عايز أقولك حاجة المفروض الستة طبعا يعني أنا شايف ببقى فيه حاجات غصبا عن الستات برضو يعني المفروض الستة تتكلم مع جوزها مرة واثنين وثلاثة نعم وأنا هستنى ما يخلني مرة واثنين وثلاثة لا تتكلم ماشي دعت في طابونة ما احنا بنقول رصيد الفرص بص يا سالي انت أنت عم ماشي سارح كده مرة واثنين وثلاثة لا 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 بصي بص انت ابني وغلطت في الامورك اسمعي بصي أقولك حاجة هي بتبقى طبيعة حاجة ممكن واحدة تانية طبيعة شخصيتها ممكن تتقبل وتعدي وتتجاوز وتقولك ماشي الدنيا على أمل ان هو يبقى كويس ويقف على رجله وأمل راحة مستشفى عقاسية بتتعالج فيه راجل الناحية التانية لما بيلاقي ان الست سكتة ومتسامحة ومتساهلة بيفتكر ان هي مغلوبة على الأمراء وان هو من حقه يعمل ده مرة واثنين وثلاثة واربعة زي ما قلت لك احنا عندنا الشخصية النهاردة طيبة جدا وده باين على فكرة من حتى طريقة عرضها للمشكلة يعني هو بيطلب منها الحب والود وممكن يكون بيطلب منها ان هو علاقة زوجين ببعض مهدينة رجسية يعني ان رجسية هو بيعمل عليها اسقاط من العيوب اللي موجودة عنده عليها هي طب انا ممكن اقول لا يا دكتور محمد ما هي مش عارفة تقول لا ليه لانها ما بتعرفش تقول لا شخصيتها بتخاف من الموجهة هتلوم عيالها هتلوم تعرف انا لو عيالي لا قدر الله يعني ربنا ما اكتب على حد انه ما حدش عارف كل واحد بتلقوا غير لا انا بعد ما ربتكوا لا حد صاحبيلي بين المرات ابوكي ايه اتباع في الشخصيات يعني انت كسالي مثلا لو حصل معاك زي ما قلتلك كده هتهد الدنيا انا اقعد استحمل عشانتوا تتجوزوا ان شاء الله ما اتجوزتوا هي هي الناحية التانية زي ما قلتلك ان هي طيبة زادة عن اللزوم واتحملت على نفسها زادة عن اللزوم عشان كده بطلبوا عيالها حق غير مكتسب انا ليه اكمل مع راجل بيعني للدرجة دي انتوا ردتولي كده ساعات الظروف وانا اللي بقطع اللقم ما وادهالكو سالي ساعات الظروف بتبقى اقوى من الست ايه بقى انه ايه مش هيجوزهم ان شاء الله ما تجوز لأ يعني بص يا سالي ساعات الماديات لما بتكونش موجودة في حياة الست بتعطل الست عن حاجات كتير طيب ما هو ده اللي بيجيب الست ما هو ده عارف ساعات انها ما عندهاش وظيفة بيعطل الست عن حاجات كتير طيب ما عندهاش اهل يسندوها بيعطل الست عن حاجات كتير طيب ما عندهاش اهل يقفوا ليها مع اي مشكلة بتحصل ويجيبوا حقوقها بيعطل الست عن حاجات كتير هو انت رأيك ان هي تكمل معاك؟ هي على فكرة هو انت من الكلام انت بتقوله ده انا 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 توغشت كده طيب انا هقولك حاجة نتكلم أنا هتكلم من وقع المشكلة أنا مش هتكلم بكلام برا وقع المشكلة ماشي الحالة اللي احنا موجودنا معاها هي مجبرة تكمل ممم ديه ليه بقى ممم واضح وهي لما هي خرد قراره بتقولك ايه أنا موافقة ان انا اكمل وهو عادي يبقى متجوز بس ما يطلبش مني حب واهتمام ده بيدل على ايه وانا مش هعرف اقلب وشي يعني مش هتعرف لما ييجي بصي يا با يعني ده اقل واجب انه لما ييجي السطور وهي بتحكي انها ست طيبة زيادة عن النزوم جدا وما بتعرفش تقول لا وما بتعرفش اتواجه وما بتعرفش اتجيب حقوقها وهو بيعرف يسيطر عليها وعارف نقطة الضعف اللي عندها. طبعا. انا بتعامل مع الشخصية الاول. بشوف الانسانة دي. يعني انا ممكن اقول لك حاجات تمشي عليها بشخصيتك انت القوية وتنفذيها. واحدة تانية ممكن تبقى عادة جنبك. ست زيك بس ما بتعرفش تنفذي اللي انا اقول. عايز اقول لك ان انا انا معاك جدا وعايز اقول لك ان كلمه هيبقى نفسك كلمك بس مش عايز الستات كلها تبقى كده دكتور مهامل. يعني انا لو انا انا هبقى مكانها وبقول لها تكمل او ترجع عشان ما اسبش حكتي الحال. وصي هي مديها عشان دي حكتي. هو نرجيسي دي حكتي فانت انا عملتك. الاختيار الاختيار اللي هي اختريته في القصة اللي هو بتقول ايه. انا هكمل بس ما يطلبش مني حب واهتمام هو بيطلب حب واهتمام لي يا سالي عشان نرجيسي واناني اديني. لأ انت ملك انت بتاعت انت زي ما تتميش باية. اشتاكرو ده ملوش كبير نات كلمة. لأ ملوش كبير ملوش فعلا كبير لان لو كان لي كبير تعرف انا بحسبها بحسبة تانية كل واحد مننا لو تعامل بقلبه ورحمة قلبه هو مش محتاج يكون كبير في حياته. اه طبع استفتيق قلبك. انت تعرف تنمر تح اه يعني مثلا لما يكون في زوجة في حياتك اخلصت ليك وعملت لك كل شيء في الدنيا في ناس ما بداخدوش بالهم يعني مثلا ايه احنا كرجالة بننفرد بشوية حاجات كيف. ايه يقول لك ايه انا ربنا حللي التانية والتالتة والربعة. بس اقلك ولا انت اعدلوا. وان خفتم قال لا تعديلوا فواحدة. طيب في ناس نسيوا ان العدل ده هو ليس العدل المادي ولا العدل العطيفي فيه عدل العدل النفسي. يعني ايه نفسية الانسانة اللي موجودة معها دي. انا بقعد ساعات ابص على الستات كده دكتور والله العظيم انا بقول لك حتى ما انا موزيعه بعد ابص على الستات كده لموافق ان جزء يتجوز. انا بص حيث افهم نفسية ايه. سايكولوجيتك ايه طيب ايه. سايكولوجيتها طيب اقوي كده. لا الظروف اجبرتها على تقبل الوضع. بتعرف تنام مين. يعني الست ويعرف ان الجزء مش بايس لبيت بس بايس نك الست ساعات بتكون من غير مصادر قوة في حياتها. زي ما قلت لك. الماديات مش موجودة. الوظيفة مش موجودة. الاهل مش مسندينها. ما عندهاش مسكن ولا مأوى. اقسم بالله بتنجبر ان هي تكمل. بس المشكلة في ايه بقى؟ بخلاص بقى بتكون طلعته من قلبها. بس اللاعة التانية في ايه بقى؟ ايه. ايه. لو ده راجل لو فيه راجل سوي يبدأ يبدأ يفكر ويفكر يعملها بنفسية طيب. لكن هو فيه رجالها بتبقى مسوايا سالي. فبيبدأ ايه؟ يدوس اكتر. النرجسي يرفض ما يترفضش. يعني طول الفترة ممكن يقولها. انا مش هادر انت مش طيقك انا مش هادر اكمل معاكي. انت خنقتيني انت عملت فيه وبتاع. لما تيها تطلب بقى تتعادر كده وطقف على جلاله وتطلب الطلاق. لأ. البيت والاستقرار يا حبيبي. وما ينفعش. ولو طلقت على فكرة. انت هتتنزلي عن كل شيء. بس هو ممكن طول الوقت يبقى مسمحها كلام وحش جدا. وقزيها نفسيا. ويقل منها. وبيتكلم معها كلام وحش. يعني. تخلت بنا كده مهزوزة يا حرم. في النص طولك انا مهتمية بنفسي باستمرار وعمرين ما اهملت بنفسي. هي مهزوزة. انا مش مطالبة نهتم بنفسي طول عمري على فكرة. انا مش دخلة مسابقة. انا عايز ارد على الحتة دي. انا مش دخلة مسابقة. ارد على الحتة دي. بعض الستات اللي بتبقى رجاليتهم بدخلوا في علاقات كتير يا سالي. مم. والست بتبقى شكلها جميل ومهتمة بنفسها. فلما بتلاقي ان جوزها بيكلم دي او بيصحب دي او 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 او. بتيجي مع الوقت بتفقد الثقة بنفسها. وبتشوف نفسها مش كافية. مم. فبتبدأ يحصلها عدم توازن نفسي فبتقع. طب. بتقولك ايه. وانا فيها ايه ناقص. او ان انا مش كاملة. او ان انا مش مالية عينه. او ان في واحدة تانية خطفيته مني او كلمها. عايز اقول لكل ست. اغلب الرجال اللي بتخون ستاتهم حلو. او بتبقى فرغة عين. وممكن راجل تاني يشوف الست دي ماشا معايا يقول له يا بختك. او يحسيده عليها. بس هي بتبقى نوع زي كده نعمل انواع الايه ان تفاصة. بتبقى احسن من شاكيرة. لكن انا عايز اقول بقى ايه. يعني كل ست تبقى مهتمة بنفسها. اه. وقفة على رجلها. اوعي توعي او تعتقدي او تتخيلي في يوم من الايام ان جوزك عارف واحدة او اثنين او ثلاثة عليك عشان انتي وحشة. لا هي بتبقى يعني الستات بتبقى ستة بتبقى حلوة بتبقى مهتمة بنفسها وحاجات كتير جدا بس هو النحن التانية هو مش شايف ده. هو ليه الراجل اللي عينه زي غا. هو ده حاجة علمية. هي بص هي بتبقى يعني ايه. بص بتسم ازاي. بتبقى حاجة بتتكون. والله يا دكتور التجميل والله. ليه بقى ها. اقولك ليه. اه. بتبقى كده حاجة عند الرجل بتتكون عنده في مرحلة المراحقة. نعم 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 ايده في مرحلة المراحقة ايه بتحصل لي بقى. يبقى عنده زي كده يعني جذب للطرف التاني. اه. فيبدأ الموضوع ده بمرحلة المراحقة فبيكون بيدخل في علاقات بيدخل في علاقاته بتاعه. المشكلة بايه بقى ان الموضوع ده بيبدأ برغبة وبيتحول الى إدماء. ممكن واحد يدمن واحدة. ممكن واحد يدمن ستات لا أنا عايز يدمن واحدة أنا ماشي عايزة ستكة مش عايزة أكلها أنواع الشوكولاتة حب الشوكولاتة يا وحدك مش في راجل ممكن يهد الدنيا كلها عشان خطر واحدة طب هدها ليه عشان أدمنها بعد ما خدها بعد ما خدها بقى في راجل بيحافظ في راجل ما بيحافظ في راجل بيقدر قيمة النعمة اللي بتبقى موجودة معاه وفي راجل عادي بقى في ناس بقى يقولك ايه أنا خلاص بقى بقيت ملكي بتحب بكل تفاصيلها فهم قصدي يعني الست إحساسها عالي جدا في الحب الراجل ايه بقى الراجل أهدى شوي بدليل ان اللي بيقعوا في المشاكل العاطفية ستة اللي بيدحك عليهم يعني الطرف اللي بيدحك عليهم لا والله مش بيدحك الغلبة يعني لا مش الغلبة اللي بيصدقوا الستة بتحب بودنها اه ده قال لي أنت أجمل واحدة في الكون أكيد أنت مش أجمل واحدة في الكون الست تحب بودنها طول ما انت بتقول فيودنها كلام حل الست بتتأثر مع الوقت بتتأثر وبتفرق الكلام الست بتحب بالاهتمام الست ممكن تبقى انت عادي جدا بس انت بتديها اتمام معين هي بتبقى حبة ده فالست لما بتيجي تقوم كده تخش في قصة حب او تتعلق بالشخص ده بيبقى بقى تحب على تعود على تعلق تيجي بقى تفك التعلق من القصة دي تقعد تتعالج فترة طويلة طب الراجل بقى ما بيتعلق بسي هو الراجل ربنا خلقه بسيكولوجية هو لازم يكون قوي وجامد واقف على الارض بمعنى اه الراجل بيحب طبعا وفيه رجالة بتحب جدا فيه رجالة بتعيت عشان الحكم انا شوفت عاجات غريبة اه فيه رجالة بتعيت وفيه رجالة قاعدت تحت بيوت ستات بيحبوهم بس الراجل نجمة الحياة او الحياة دايما اعلميته ان انت ما تبكيش ما تعيطش ان انت تقف على رجلك ان انت تستمر وتمشي ان انت تكمل وتعدي يعني اغلب الناس اللي بيجيلي اللي هم في قصص الحب او في الفراق العطيفي عايز اقولك ان 98% 6 هم اللي بيتأثروا ما خلي بالك اللي بيجيلك مش المرضى النفسين اللي بيجيلي الضحايا يعني ضحايا المرضى النفس يعني انا ابقى ضحايا فلازم اجيلك عشان انت عالك المريض النفسي اصلا هون مش معترف ان هو مريض طبعا ماشي عمالي ازي في خالق لا ما زي مثلا اقتصر عندنا النهاردة جوز مدام وانا بيلاه وتحبيني اه طب انا اقربلك ازاي وانا مش طيقاك هو مش واخد باله ليه يعني ليه انت بتجبرني ان انا مش عارف يبقى ليه مليش اي حاجة في الحياة غيرك لانه مش عارف اعيش ما دي الانانية وعايزنا احبك دي الانانية دي الانانية دي الانانية ان انا ايه بيتي موجود وامراتي موجودة ومقدار الحب والاهتمام اللي باخده من البيت مين قصري ومهما عملت اي حاجة بره اوارزي ولا مكرونها انا زي الفل والست اللي موجودة معايا تتقبل اي شيء طب هو لو اولاده كانوا يقفوا له وكان هيستجيب مش كده برضه اي ده النرجيسي ده مالوش كده الولاد مع المشاكل الزوجية بيبقوا مشوشين نفسيا انا خسرت بقى البيت كله بيطلعوا مشوشين نفسيا عندهم عقد عندهم مشاكل اطربوا في جو اسري كله صراع ونزاع انا هخسر يعني مثلا فيه ناس مين قال ان انا ممكن اعمل صراع ونزاع مع ابويا او امي انا بقى عاقة لا انا انا بودك يا بابا بس انا زعلانة منك ماشي ما هو زعلانة يعني انا انا هبقى مقصرة في حبي شوية بس هعمل اللي ربنا بيقولولي بس نعم برنا ما هنرضى انه انه يبقى فيه خلاف والسعاب انا مش مع الولاد يخش في المشاكل الزوجية ليه لأ ومش فيه طرف ضعيف وطرف قوي طرف ضعيف وطرف قوي وما ينفعش ان انا ايه وانا بربي ليه ماشي مش كسة فريق انا فريق انت بزعل مامتنا قتلاقي قال وقفة كلها انت زعل ماما ليه اما ليه ايه اشبهت بالحرب بقى احنا مش عايزنا عرب لا ايه بتبقى انه بيحننوا قلبه اكتر انه بيفكرون ان احنا عيلة ما هو ممكن برضو ام تبقى مفترية والعيلة يتقفلها متزعل لي بابا ليه يقول يحكوا الناس كلها دي مزعلها بابا 24 ساعة بس ساعات يبقى احنا بندى يعني ايه توقعات اكتر الولاد ان هما يدخلوا في المشاكل انا مش عايز الولاد يتربوا في جو كله نزعلته بس ساعات بتحصل يا دكتور انا مش عايز طرف يتحمل على طرف الناحية التانية عشان ده بيخلق ايه بقى ان انا خدت ميول صفة معين فهمشت الطرف التاني فحسبته على معاملته مثلا لطرف فانا كده خسرت دورك ابو ام سهل هم حقهم انهم يقولوا مامتهم استحملي عشان نتجوز وكملي عشان ما هي مستحملة اصلا الفترة دي كلها عشان ولاد هي اصلا من قبل ما الولاد يقولوا لها وياكت لاكت بتقول لهم متراك الستة دي تعمل ايه الستة دي هتكمل الستة دي مش هتتطلق هتتعالج بعد كده ولا لا اه طبعا المفروض ان هي هتتعالج بس المفروض ان هي ايه بقى بص انا عايز اقولك حاجة الستة دي لازم تمشي كده حياتها بالتجاهل تتجاهل شوية ما تحطش كل ردود الافعال اللي بيعملها قدامها تمشي الدنيا في الفترة دي لانها هي لو انت بسيتي بس هي في مشكلتها هي مش باعتها تقول ان انا عايز اتطلق هي باعتها تفوت فت ان انا كمل الحياة دي وهو متجوز زوجة تانية بس مقدار الحب والاهتمام اللي كان جوايا انا مش عارفة دوله لا بس ما يطلبش مني حاجة ما هو بلات غلاسة هو هيطلب بس يا مش هتستجيب يا مش هتعرف تدي لانها من جوه مكسورة مجروحة فمش هتعرف تتعامل معاه لان عارفة ومش هتعرف على فكرة حتة انها تدي له ثقة تانية مش عارفة تدي له ثقة لانها خايفة الخطة تجيلها من اي وقت تاني أم أولادها طبعين لا أم أولادها برضو على فكرة لازم يكون لهم دور يعني ايه دور لازم يكونوا سند ودعم لها روح صاحب مرات ابوي شاب بتجيب لي هدايا تخيل بتحكيلي ان هي وبابا ناردة كانوا متخانقين بس في حاجة لا لا اسمعني بس في جزء في القصة مفقود على فكرة ايه بقى البنت اللي هي بنتها ممكن تكون على علم ان هي مش دي مرات ابوها يعني ازاي وعلى فكرة فيه بنات معايدة الناس كلها موررهم الورق العلم في الشركة فيه مثلا باباها قاعد معاها قال لها انا ما عملتش حال غلط انا تجوزت انا مش عارفة تحبوك معه قال لها انا عملتش حال غلط بس حشتب صاحبتي انا تجوزت عادي ما ممكن تكون فيه اهتمامات مشتركة ما بينهم ممكن هي بتكون بتحاول تكسابها بتحاول او بتاخد مرتب كويس فاكي عم مامة مين ماما هابقارجع على ضياب كلمتين هابقب لها بوكي وانت لا والله انا عايزها يعني انا عايز مادام مونة تهتم بنفسها تقف على رجلها خلاص هي بتحاول ان هي تدي نفسها تقبل في هذه الحياة هي مدينة نفسها ترفي لحد استشاري نفسي اه اه اللي هي تبدأ يبقى فيه دعم نفسي تبدأ بقى زي ما هو بيفكر في نفسه ونزواته ورغباته هي كمان تهتم بنفسها وتقف على رجلها لانها لو فضت متأسرة بالطقن السلبية اللي هو بيداها تقع تقع لازم كده بقى تعيش سنها تاكل كويس تشرب كويس تهتم بنفسها تنزل تخرج تروح تيجي تسافر بفلوسه يا اخي وتبسط اللي بتعمل شوپنج طالما مش هاخت حاجة لأ ما واضح انه ما بديش فلوس على فكرة اه يعني واضح انه هو يعني على الأد ما فيه حاجة جبتي الأكل بكام كده بس الشخص النرجيسي ما بيحاولش يمسك الستة اللي بتبقى موجودة معاه فلوس كتير عشان ما يبقاش معها مصادر قوة تفع بالكريدوت كارد عشان عافت يدها ما يبقاش معها مصادر ايه قوة عشان هي هو مقتنع وعارف في يوم من الأيام ان هو أزيها وجاي عليها ودايس عليها فعارف ان هي شديك الحبل اللي هتخنقني اه عارف ان هي لما هتقف على رجلها هتستغنى عنها فهو بيحاول بقدر امكان ان هو يجردها من كل مصادر القوة عجبني ان انا هاختم بالكلمة دينية او ما هتقف على رجلها هتستغنى عنها بانكيو نورتني يا دكتوري بنورك الجميل يا ساري ربنا يخليك يا رب نورتني استنونا بعد الفاصل استنينا يا مادام مونة هتكلم معاك دين عايزة اقول لكم ان القصة النهاردة بتفكرني بمثال احكي لكم قصته المثال ده بيقول ايه اخر خدمة الغز علقة كان بيتقال زمان عن الغزاء لما كانوا بيدخلوا بلد او قرية بياخدوا خيرها كله وبعد اما اهل القرية دي بينفزوا كله طلبتهم يعملوا ايه يضربوهم بالكربج ويعزبوهم عشان كده بيقولوا ايه اخرة خدمة الغز الغزاء علقة جي المسال بادة في دماغي وانا عملا اقرأ قصتك يا مادام مونة واضح في حكايتك انك حبيت جوزك بزيادة اما انتي ليه بزيادة لسه بتحبيه على فكرة كلامك كله حب للأسف يبياخد مني كل حاجة بس بتحبيه لدرجة ان انت حتى كنت بيشك بتصرفاته انا زويته بتقولي ايه كده كده هيرجع على بيته مش ممكن يتجاوز علي سبتيه براحته او راح اتجاوز عليك على فكرة مش اقولك انا مع او ضد جوازه لان هو عمل حاجة اقرها الشر حاجة حلال فيعني انا ممكن يكون اتضايقت او ضد انه هو خلى واحدة تخلع جوزها عشان يتجاوزها ومعرفش ده ممكن يكون كلام ده حقيقي ولا حرك عشان متغزة ويقولتي كده برضو انا معرفش بس انا معاكي لان انت اللي بعتلنا لما اتجاوزها اتجاوزها عور فيه في الظلمة وهي دي حاجة انا اقولك ايه ته سيعمل كده نقى طبعا لانه يعني زي ما احنا عارفين وطبعا فيه حديث شريف بيقول نبي عليه الصلاة والسلام قال ايه قال لا يخطب احدكم على خطبة اخيه يعني ما يفعش واحد يروح يخطب واحدة او يقول انا عايز اخطبها يا جماعي مخطوبة ما بقى لك بقى لو متجاوزة ده حرام مادام مونة انا شايفة ان انت كنت متساهلة مع جوزك بزيادة سبتيله الحبل على الاخر بتي بيعمل اللي هو عايز ويمكن انت كنت يعني بتقولي هو راجع راجع ويمكن كنت بتقولي ما عليش حصانع عندي السكر ما عليش حصانع اصله معذور اصله مع ان انت لو كنتي وجهتيه بمشاكلهم الاول وخدتي انه خدتي وقفة مكنش هنوصل لكده في حاجات لما بتتساب بزيادة بتتحول لحق مكتسر وده اللي احنا بنوعي الناس ليه الحاجة للواحد بيفرض فيها بقراطته بيكتشف مع الوقت انه خلاص انت لازم هتسيبها غصبا عنك بتاعتي هو الوضع بقى كده وان كان عجبك عجبك مش عجبك خلاص مفيش حالة تاني طب بقولك ايه تعالين فكر مع بعض بصوت عالي لو حصل الطلاق دلوقتي هيحصل ايه انت مفيش عندك شغل مفيش عاجة تتسندي عليها مفيش عندك استقلال مادي بيقولك هاخد الفلوس بتاعتك حرك دلوقتي قلتي ان انت في الخمسينات من عمرك واضح انك كنت متفرغة لبيتك رب تمنزل والبيت اللي فيه ولادك وذكرياتك وعمرك هتسيبيل مين لو سبتيها تبقى تساعدي واحدة تانية تاخد خيرك تستفرط بجوزك اللي ليه كيفيه اكتر منها انت اللي بنيتين مش عارفة اقولك برضو لو كاملتي هتبقي كسبتي ولا لأ لانه انا ممكن اكون يعني هقولك الواحد دايما بيقول ايه ادى على ولادي واكره اللي يقول امين فانا عارفة انتي زعلنا منهم فانا ميفعش انا كمان اقولك انا زعلنا منهم او انهم ممكن يكونوا انا نين او 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 ليه بيطوم مامتهم كده مامتهم عملت ايه وفي الاخر كلهم هيتجوزوا حركة تبقي لوحدك فانا مش هينفع اقول حاجة على ولادك بس حركة تفهمي من كلامي وهتستشفي من اللي انا قلته ده كل ما تسيبيش حكتك لحد تاني يعني ممكن اقولك انه لو هيجي لصحتك لو حسن انتي خلاص مش قادرة انا مبسوط انك فتفطتي ممكن تقولي لما فتفطتي وطلعتي الكلام ده كله هديتي صح وقلتي الكلام لجواكي وسمعتي ان احنا كلنا ضد الموقف ده وان انتي حسن انتي فعلا مضحية وان انتي الكويسة بس هي لله فكري نفسك تعملي لو تقدري تستحملي استحملي انا مش هقدر اقولك كملي عشان انا معرفش انا وكدت مكانك في يوم الايام كدت عامل ايه تخيالي بس انا سمعت عن قصص كده كتير وشفتها كتير ودايما بتبقى معاه في الشغل سبحانك يا رب حصلت قدامنا وطلع كمان مخلف منها ثلاث عيال وانحنا ما نعرفش القصص دي بتحصل كتير وموجودة كتير بس انا عايز اسمع منكم انتوا اكتر يعني احنا حابين انتوا تبعتولنا هنا على قصص حقية على فيسبوك وتويتر وانستاكبرا وواتساب على كل حاجة قولونا لو ما كان مدام هنا هتعملوا يتنصحوها بايه وهل شفتوا القصص دي حواليك ولا لا وفعلا ممكن يكون في يوم الايام بعد ما خدمتك وخدمت ولادك وكبرت معاك وكبرتك وعملت معاك كل حاجة تعمل فياك كده هستناكوا في قصة جديدة بس يكون ابطال حقيقيين لان احنا في قصة حقيقية باي باي